لكن انا بصراحة كده بكل صراحة عايز افتح الملف من اوله ومن زمان من ايام محمد عبدالوهاب لما وقع محمد عبدالوهاب في تدريب النادي الاهلي وفيه جهاز طبي بالكامل وفيه عربية اسعاف وحاولوا يعملوا اللي اقدروا عليه وانتقل الى احدى المستشفات لكنه كان متوفيه طيب من بعد محمد عبدالوهاب كلنا اتكلمنا وقلنا وبكينا وعيطنا وزعنا وواواواوا بس كان في وسط دمرين وهو كان عنده جهاز طبي كامل وعنده عربيات الاسعاف وكل حاجة موجودة في ملعب النادي الاهلي عملنا ايه بعدها؟ اي واحد يقول لي عملنا ايه بعدها؟ ولا حاجة ولا حاجة خالص زعنا بكينا عزينا نعينا عدنا كم يوم في حالة ألم وكالعادة الحياة بتستمر ثم جاءت قصة احمد رفعت واحمد رفعت كنا في شهر رمضان المبارك كان اول يوم في ايام الشهر الفضيل حد قال له يأكل ايه او يشرب ايه او 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 هو او زملاته في حالات الصيام حد نبه او قال او عمل او خلى او سوا ما حدش قال وقع رفعت وانتقل الى المستشفى وفضل العلاق فترة طويلة جدا وبعدين كلنا فرحنا انه رفعت بقى كويس خرج قعد كام يوم ولا كام شهر وانتقل الى رحمة الله بدأت القصة عشان ما تحسمش وما تحسبش ده فلان المسؤول ده فلان المسؤول ده فلان طلع قال ده فلان طلع زاد توهوا الناس في القصة الحائية القصة الطبية القصة الاحترازية وبدأت الناس بقى والسوشيال ميديا اشتغلت وده يتهاجم وده يتشتم وده ماشي يا سيديا فيش مشكلة علق حبل المشنع لأي حد لو كان مسؤولا لكن انت عارف ان المسؤول الاول هو الاهمال الناس في اسكندرية ساعتها الدكتور وليد دعبس ربنا باركله صخر كل امكانيات النادي الاستاذ محمد مصلحي ربنا يباركله ما سابش الولد للمستشفى اللي كان في اسكندرية مستشفى اللي في القاهرة وكل اجتهد وحاول لكن في النهاية راح مننا احمد رفع ماشي الاعمار بيد الله عملنا ايه بقى هل عملنا حاجة هل اتكلمنا هل حاولنا نعالج القصور لانه لما انا جبت مدخلة مع الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة العليا الرياضية الطبية العليا لطب الرياضيين فقال ان احنا عملنا كورسات واقلت له دكتور محدش عمل كورسات انا جبت الدكتور احمد اشرف عيسى عندي والرجل جاب ناس من المانيا متخصصين وبقينا نتفق مع الاندية وناس جاية من المانيا وبقينا نتحايل على الاندية يا اندية الناس عايزين يقول لكم الناس عايزين يقول لكم الناس عايزين يعلموكم لا حياتها لما انتوا نادي ناديين بالزبط كان نادي مودرن سبورت وكان نادي الاتحاد السكندري وبقي الاندية مفيش طيب بقى في لجنة طبية عليا في الوزارة بقى وسمعنا ان في لجنة في اتحاد كرة القدم المصري حلوة او ها عملتوا ايه خلي بالك بتقعد دورة الممتاز دول دول برضو عظمة هتلاقي كل حاجة موجودة ميت فل واربعتاشر او تقترب ما عدا ازاي لما واحد يقع تسعفه الا اذا كان فيه دكتور كويس فالدكتور ده يعرف يتحرك يعرف يشتغل يعرف يقول يعرف يتصرف هل جهاز الصدمات موجود في كل الملعب هل لعب الدورة الممتاز او لعب منتخب مصر اغلى من اللعب اللي بلعب في الدرجة التالتة او في ماتشاط ناشئين ده انا لسه جايلك ماتشاط الناشئين مباراة الناشئات مباراة البنات اللعبات الاخرى كلهم متساويين لانه كل واحد او واحدة منهم روح احنا نحاول ان احنا نحافظ عليها احنا عملنا ايه نفس اعرف ايه الاجراءات اللي اتخذناها حتى لا تتكرر مثل هذه المقاسي بصوا ناردة التلات تسعتاشر نوفمبر خد لك اسبوع برامج هتناقش وناس هتطلع زعلانا زي ما قلت كده في الافانتتر بتاعنا انه كلمتين حبرة على ورق كلمتين في كان برنامج وبالسلامة هل مرة ممكن الاقي حلول هل مرة ممكن الاقي مسئول اقول له يا فندم من فضلك لو سمحت عايزين المقاسي دي لا تتكرر مرة اخرى اقول للمين اكلم مين احكي مع مين ولا هتدور على كبشف ده ولا هيحصل ايه في حاجة اسمها اهمال موجودة اشمعنا في مطش المجر وهولندا لما مساعد المدرب وقع انا طبعا بس عشان ما عندناش حقوق ان احنا نجيب لكم الصور انا لو وريتك الثواني والدقايق واللحظات بل الفينتو ثانية كتقد ايه مهمة جدا عند الناس في ارواح الناس هتقول الناس دي ربنا يكرمها ما هو التدين مش بالاسم ومش بالكلمتين لا العمل انت تشتغل والباقي عند الله سبحانه وتعالى لكن تشتغل انا النهاردة داخل على اتحاد كرة جديد وعندي وزارة وعندي لجنة طبية في الوزارة وعندي لجنة طبية في الاتحاد اما انا الاوان لاتحاد كرة القدم المصري الجديد انه يضح حد لهذه المقاسي والمهازل اما انا الاوان انه تطلع لائحة طبية احنا كنا نقعد نتخانق هو ده ده ليه ما توقفش ثلاث مطشات وده ليه ما توقفش اربع مطشات بنقعد نتخانق ونمسك في خناق بعض لكنه عشان اللايحة هنا ما اتطبقتش واللايحة هنا مش عارف ايه طب مفيش لائحة طبية لارواح البشر للبني ادمين وانا بتكلم على اي بني ادم بس احنا عشان مجالنا الرياضة فبقول ده لكن ده يبقى موجود في السكة الحديد ويبقى موجود في الصناعة ويبقى موجود في الزراعة يبقى موجود في المدارس يبقى موجود في الجامعات يبقى موجود في كل الهيات لازم ده يبقى موجود وقلت قبل كده وبكرر عندنا وزير رياضة شبابه رياضة رجل محترم عندنا وزير الصحة دكتور خالد دكتور أشرف صبح الأول دكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزارة ورئيس وزير الصحة وراجل رياضي جدا وقصوده كده في أي حاجة عمره ما هيتأخر والدكتور أشرف نفسه راجل نشيد جدا هل المسئولية الوزارة هي الوزارة هتشرف على دورة الدرجة الثانية ودورة الدرجة الثالثة والحاجات دي ولا المسئولات تحد الكرة ولا المسئولية الأندية ولا المسئولية أنا عايز أعرف المسئولية فين حدد لي الأولويات والمسئوليات أنا عايز لما يحصل حاجة في مطش تحت 13 سنة تكون كل الإجراءات موجودة في مطش بنات يبقى موجودة في مطش لعبة غير كرة القدم تكون موجودة في مطش درجة 18 تكون موجودة هل ده ينفع ولا ما ينفعش ينفع ونص وثلاثة اربع ولازم يكون موجود ولو مش موجود بلاها لحد ما يبقى موجود أرواح الناس هي الأهم وصحة الناس هي الأهم والحفاظ على الناس هو الأهم ترجمة نانسي قنقر